في هجوم مسلح قتل نائب القنصل التركي في أربيل أثناء تواجده في مطعم قرم مبنى القنصلية التركية ولم يمضى طويلا على الحادث حتى أقرت الخارجية التركية بمقتل أحد موظفيها فيما توعدت الرئاسة التركية المنفذين بالرد على عملية الاختيال التي لم يكشف عمن يقف خلفها أصابع الاتهام في تركيا سرعان ما توجهت إلى عناصر حزب العمال الكردستانية فيرى صحفيون ومحللون مقربون من الحكومة أن حزب العمال هو المتهم الأول بتنفيذ العملية أصابع الاتهام موجهة بشكل أو بآخر على مستوى التحليلات والقراءات في الداخل التركي نحو البيكيكي نحو حزب العمال عناصر مجموعة حزب العمال التي الآن تتعرض إلى هجمات مكثفة سواء كان في شمال العراق أو في الداخل التركي ورغم عدم تحميل السلطات التركية أي جهتنا المسؤولية عن الحادث سارع حزب العمال الكردستانية المعارض للنظام في تركيا إلى إعلان براءته من العملية قوات الأسائش التي تتولى حماية أربيل تعهدت بالكشف عن الجناة بعدما أكدت أنها تعمل بشكل حفيث على الإيقاع بهم وتضع العملية حكومة مسرور برازاني التي أبصرت النور مؤخرا أمام تحدي كبير يتمثل بقدرتها في مدى الحفاظ على علاقتها مع تركيا إذ تحملها الأخيرة مسؤولية التغاضي عن إيواء مسلحين معارضين لها اشتركوا في القناة